موسيقى موضوع درسينا النهاردة بتكلم عن الظاهرة نشاهد الفيديوهات التالية ثم نتحدث معا عن الظاهرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة جميع الفيديوهات السابقة تتحدث عن ظاهرة واحدة تسمى ظاهرة الرنين والآن دعونا نتعرف على ما هو الرنين الرنين هو اهتزاز جزيئات الوسط بساعة عظمة نتيجة أثرها بمصدر يهتز بتردد يساوي أحد ترددات النغمة الأساسية أو التوافقية والآن سنتناول بالتفصيل الرنين في الأعمدة الهوائية العمدة الهوائية نوعان عمود هواء مغلق وعمود هواء مفتوح العمود الهواء المغلق يكون مغلق من أحد طرفيه ومفتوح من الطرف الآخر بينما العمود الهواء المفتوح فهو مفتوح من كل الطرفين في العمود المغلق يتكون عند الطرف المغلق عقدة كما تتكون عند الطرف المفتوح بطن تفسير ذلك أن جزيئات الهواء لا يمكنها أن تتحرك عند الطرف المغلق وبالتالي تتكون العقدة أما عند الطرف المفتوح فإن جزيئات الهواء تستطيع الحركة بحرية مما يجعل تتكون هناك البطن في حالة الرنين الأول يكون طول العمود وطبعا رمز طول العمود هو حرف الال هنلاحظ أن المسافة بين عقدة وبطن كما درسنا سابقا تمثل ربع طول موجي إذن طول العمود ال يساوي لمضة على 4 بينما في حالة الرنين الثاني وهو يتكون من عقدتين هنلاحظ أن طول العمود يمثل نص زائد ربع فرح يعطيني 3 أربع لمضة في حالة الرنين الثالث وهو يتكون من 3 عقد نلاحظ أن طول العمود يساوي 5 على 4 لمضة وفي حالة الرنين الرابع وهو يتكون من 4 عقد نلاحظ أن طول العمود يساوي 7 لمضة على 4 لابد أن نتعرف على اسم النغمة في حالة الرنين الأول تكون النغمة أساسية في حالة الرنين الثاني وهو عقدتين تسمى النغمة توافقية أولى في حالة الرنين الثالث توافقية ثانية وفي حالة الرنين الرابع تكون نغمة توافقية ثالثة نبدأ حل المثال التالي عمود هواء مغلق طوله 17 سنتي يصدر النغمة مع شوكة مجهولة التردد كما بالشكل إذا أعلمت أن سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية يحسب الطول الموجي أول شيء نبدأ باستخراج المعطيات أو المعلوم عندنا العمود المغلق يبقى أنا هستخدم قوانين العمود المغلق الطول L بتساوي 17 سنتي طبعا 17 سنتي يبقى لازم أحوله إلى متر فقسم عالمية يطلع الناتج 0.17 متر ثم أعطينا المعطيات آخر V تساوي 340 متر على الثانية المطلوب الطولي الموجي زي ما احنا شايفين إن هذا العمود الهوائي يحدث فيه رانين الأول وبالتالي L بتساوي لمضة على أربعة وده معناه إن اللمضة هتساوي 4L نضرب الأربعة ضرب طول العمود 0.17 يطلع الناتج 0.68 وحدة القياس متر ما ننساش وحدة القياس لإن عليها درجة طبعا المطلوب باق عايز التردد تردد F قانونه V على لمضة V تلتمية وأربعين أقسم على اللمضة اللي أنا طلعتها 0.68 بالآلة يطلع الناتج 500 ما ننساش وحدة قياس التردد هيرتز العمود الهوائي المفتوحة العمود الهوائي المفتوح هو عبار عن أمبوب مفتوح الطرفين يتشكل عند النهايتان المفتوحتان بطنين زي ما احنا شايفين في بطن وبطن طبعا عندنا يحدث طبعا الرانين الأول والرانين الثاني خلينا نشوف يتكون من اقدك واحدة وبطنين ويكون فيه طول العمود L يزاوي لمضة على 2 طبعا طول عندنا الرانين الثاني ها يكون فيه عندي عقدتين اللي هو اعتبر النغمة التوافقية الأولى الرانين الأول طبعا هو النغمة الأساسية أما الرانين الثاني النغمة التوافقية الأولى وهنات فيه إن الL عبارة عن للم clairement بينما في الرانين الثالث اللي هو يتكون من 3 شأن ويسمى النغمة التوافقية الثانية نلاحظ أن طول العمود هيساوي 3 على 2 لمدة أما في الرانين الرابع حيث أربع عقد أي النغمة التوافقية الثالثة سوف يكون طول العمود L بيساوي 2 لمدة مثال عمود هواء مفتوح طوله 80 سنتين طلع المعطيات كما تعلمنا طول العمود L 80 سنتين يبقى لازم هنقسم عالمية عشان يتحول لمتر فيبقى 0.8 متر يزدل النغمة مع شوكة مجولة التردد كما بالشكل إذا علنت أن سرعة الصوت في الهواء مدين السرعة فيه 336 متر على الثانية احسب طول الموجة الصادر أولا يجب التعرف على الرانين الرانين عندي هنا الرانين الثاني لأن عندي عقدتين الرانين الثاني ده عمود مفتوح منساش العمود المفتوح L هتساوي لمدة طبعا زي مقلا لو اللي هينسى هيقول إن من عقدة لبطنة ربع ومن عقدة لعقدة نص ومن عقدة لبطنة ربع لو جمعنا طول العمود بالكامل يجب أن يجب أن يقوم بقية 0.8 التردد F يجب أن يجب أن يقوم بقية 0.8 يجب أن يجب أن يقوم بقية 0.8 يجب أن يقوم بقية 0.8 وحدة قياس إضافة ثم يجب أن يقوم بقية 0.8 يجب أن تردد العقد شكرا للمشاهدة